بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فالصوم جنة ومعنى أن الصوم جنة فإنه يمنع الإنسان من حظوظ النفس ومن حظوظ الشيطان ومن حظوظ الدنيا الغرورة التي نهينا عن أن نجتر أو أن نسير خلفها ولذلك فالصوم جنة كما قال سيدنا ومولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يمنع الإنسان من الغضب يمنع الإنسان من الوقوع في الشهوات والملذات يمنع الإنسان لأن الصوم يجعل الإنسان خفيفا خفيف النفس خفيف الروح خفيف الذكر خفيف الحركة والسكنة ولذلك فالصوم حين شرعه الله تبارك وتعالى شرعه للحفاظ على أجسادنا وعلى أرواحنا وعلى قلوبنا وعلى صلتنا بالله تبارك وتعالى ولذلك وجب على الإنسان إذا كان يوم صوم أحدكم كما تعلمنا من سيدنا رسول الله فلا يجهل وإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم لذلك ينبغي عليها أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ قدمه وأن يحفظ لسانه عن الوقوع في أي شيء يغضب الله تبارك وتعالى إذا حفظ الإنسان على ذلك حفظ على سمعه وبصره وإذا حفظ على لسانه أن يتكلم بسوء فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بهذا الأمر ولذلك يروى عن الصالحين رضوان الله عليهم إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصر غض وفي منطق صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظمى فإن قلت إني صمت يومي فما صمت الصوم هو صوم الجوارح عما حرم الله تبارك وتعالى صوم النفس أن تجتر وراء الشهوات التي ربما تسعى إليها في سائر الأيام وفي سائر الأعوام لذلك فالنفس كالطفل كما قال أهل الله والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي أعداء الإنسان الذين يمنعون وصوله لحضرة الرحيم الرحمن في الدنيا ربما تكمن في النفس الأمارة بالسوء ربما تكمن في اتباع الهوى ربما تكمن في الشيطان الذي يعوق مسيرته للوصول لطريق الرحمن تبارك وتعالى ربما تكمن في هذه الدنيا الغرورة التي حذرنا في الحديث النبوي الشريف من شرورها وآثامها الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما كما تعلمنا من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك وجب علينا أن نعرف أن الصوم وقاية وحفظ ومنعة من الشيطان الشيطان كما هو معلوم تسلل وتقيد خلال شهر الله رمضان يعني تعظيما لهذه الشعيرة العظمى وتقديرا لفضائل الله سبحانه وتعالى على عبيده أن يقطع الشيطان عنهم علائق الوصول إلى الله تبارك وتعالى لذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الصوم جنة وأنه وقاية فإذا علم الإنسان ذلك ينبغي عليه أن يجعل شهر رمضان دربة له يعني للوصول لحضرة الله تبارك وتعالى فالصوم يمنعك الصوم يحفظك الصوم يكفيك شرور كل ذي شر يكفيك آثام الدنيا وآثام الآخرة الصوم يقربك لحضرة الله تبارك وتعالى الصوم كما تعلمنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوابه الجنة الصوم وقاية عامة من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة إذا أراد الإنسان أن يطيب ظاهرة تقرب إلى الله بهذه الشعيرة إذا أراد أن يطيب مخبرة تقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الشعيرة ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون بالصيام لحفظ أجسادهم وأرواحهم في الوقوع يعني في أي شيء يعني يغضب الله تبارك وتعالى ولذلك لما جاء السائل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصوم الدهر كله نهاه سيدنا رسول الله وعلمه أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما علمنا سيدنا ومولانا رسول الله أن الصوم يورث التقوى وأن التقوى تورث الخوف من الجليل سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقربون لعلكم توحدون لعلكم تذكرون لعلكم تقرؤون وكلها أمور تقرب من الله تبارك وتعالى تقرب من حضرة الله فما أجمل القرب وما أجمل الوصالة وما أجمل لحظات الصفا التي يتقرب بها العبد من ربنا وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالصيام تقوى الهمم بالصيام تقوى النفوس على تحمل الشدائد التي فرضها علينا ربنا تبارك وتعالى بالصيام يستطيع المسلم أن يتقرب من الله تبارك وتعالى وأن الصوم لم يحاسب أو لم يترك الله تبارك وتعالى أحدا يعني يحاسب عليه لذلك قال في الحديث القدسي الجليل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لله وهو سبحانه الذي يجزي به فما أجمل جزاء الله وما أحسن عطاء الله وما أجمل كرم الله على عباده فما أجمل أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى وأن نحفظ أنفسنا وعرواحنا وأن نحفظ أجسادنا وأن نحفظ حياتنا كلها بهذه الشعيرة الأظمى وتلك الفريضة الكبرى التي هي من فرائض الإسلام وعركانه التي يتقرب بها العبد إلى ربه ما أجمل هذا وما أعظمه وما أطيبه ألا فلندخل جميعا في حصن الله تبارك وتعالى وفي وقاية الله تبارك وتعالى وفي جنة الله تبارك وتعالى التي شرعها لنا من أجل أن نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يقربنا إليه وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه أعظم مأمول وأكرم مسؤول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته